اشتركوا في القناة السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء السادة والسيدات الحضور الكريم اسمحوا لي بداية أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير للسيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تكرمه برعاية هذا المؤتمر وعلى تشريفه لنا بالحضور في جلسته الافتتاحية كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وللصديق العزيز الدكتور رفعة الفعوري على الجهد الكبير الذي تم لتنظيم هذا المؤتمر المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية وعلى اتخاذ القرار لتكون مصر هي الدولة المضيفة لهذا المؤتمر الهام كما لا يفوتني أن أتوجه إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بكل الشكر والتقدير على دعمها الكامل لهذا المؤتمر لا شك أن حضور السيد رئيس مجلس الوزراء في هذه الجلسة الافتتاحية إنما يبعث برسالة واضحة أن الإصلاح الإداري ببؤرة اهتمام الحكومة الحالية وعلى رأس أولوياتها انطلاقا من قناعة تامة بأن التنمية الحقيقية والشاملة والمستدامة لا يمكن أن تتحقق أبدا دون إصلاح إداري حقيقي وشامل والحقيقة أنه منذ تشرفي بتولي حقيبة الإصلاح الإداري في الحكومة الحالية في 17 يونيو 2014 عكفت وزملائي في الوزارة على إعداد خطة شاملة للإصلاح الإداري في مصر ولطالما عانت مصر من إصلاحات جزئية وغير شاملة وغير مكتملة لم تؤدي بنا إلا إلى ما نحن فيه الآن ومن هنا كانت خطة الإصلاح الإداري الشامل التي تم إقرارها واعتمادها في مجلس الوزراء في منتصف أغسطس الماضي وتم طرح هذه الخطة بمنتهى الشفافية على موقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حتى يتسنى للجميع أن يطلع على هذه الخطة وأن يتابع تنفيذها حيث قمنا ولأول مرة بوضع برنامج زمني محدد وإطار زمني محدد لمخرجات هذه الخطة بحيث يسهل متابعة وتقييم الأداء بالنسبة لتنفيذ هذه الخطة ليس ذلك فحسب بل قمنا بشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضم كوكبة من أفضل خبراء الإدارة في مصر بالإضافة إلى الخبراء في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى يتسنى لهذه اللجنة أن تتابع إسبوعيا تقدم العمل في تقديم وفي تنفيذ هذه الخطة والحقيقة أن خطة الإصلاح الإداري كما طرحناها تتألف من سبع محاور أساسية وهي أولا مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الجهاز الإداري للدولة رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة تطوير قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الحكومية تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين رفع كفاءة إدارة الأصول العامة تعزيز الشفافية والنزاهة في أعمال الجهاز الإداري للدولة وأخيرا تعزيز ثقة المواطن في الجهاز الإداري للدولة وتتكون هذه الخطة من 28 مشروع مقسمة جميعها على المدى القصير شهر 3 شهور 4 شهور 6 شهور ولعل أبرز وأهم تلك المشروعات المتعلقة بالتحديد بالمحور الأول وهو مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الجهاز الإداري للدولة وتكون هذا المحور من أربع مشروعات وهي كالتالي تطوير المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري للدولة حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري اقتراح مشروع قانون جديد للخدمة المدنية يحل محل قانون رقم 78 لقانون 47 لسنة 78 واقتراح لائحة تنفيذية لهذا القانون وقد استهل العمل في تنفيذ الخطة المشارئ لها بثلاث مشروعات سابق ذكرهم حيث تم في البداية حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري ثم تمت دراسة أفضل الممارسات في مجالي المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري للدولة وقوانين الخدمة المدنية وفي ضوء تلك الدراسات تم اقتراح مشروعي المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري للدولة ومشروع القانون الجديد للخدمة المدنية الذي تم ولله الحمد الانتهاء منه وإقراره في مجلس الوزراء وفي مجلس الدولة وجاري إصداره قريبا بإذن الله وأعلم أنه سيتم تناول المشروعات ببرنامجها الزمني تفصليا في إحدى جلسات هذا المؤتمر إلى جانب تخصيص جلسة لعرض مبادئ مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد السيدات والسادة الحضور الكريم أود في ختام كلمتي أن أؤكد أن مصر والحكومة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية تدرك تمام الإدراك أهمية الإصلاح الإداري وأننا بإذن الله على الطريق الصحيح لتحقيق واستعادة معدلات التنمية العالية التي تعود بالنفع وتحقق المعادلة الصعبة والتوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية فقد أثبتت كل التجارب وأكدت جميع الأدبيات أنه بدون عدالة اجتماعية حقيقية لن تستطيع أي دولة تحقيق تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية مستدامة ومن هنا فإن وجود خطة للإصلاح الإداري ومتابعة تنفيذ هذه الخطة بإذن الله سينعكس إيجابيا خلال الفترة القادمة على معدلات التنمية والنمو والعدالة الاجتماعية في مصر خلال الفترة القادمة مرة أخرى أود الترحيب بحضراتكم جميعا وبضيوف مصر وأشقائنا من الدول العربية الشقيقة متمنيا لكم جميعا طيبة الإقامة في مصر ومتمنيا للمؤتمر النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته